مرة أخرى يؤكد سودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل هذه المرة جاءت أكيد عبر خطاب لرئيس الوزراء أبدالله حمدوك رد فيه على رسالة لرئيس الوزراء الإثيوبية أبي أحمد المتعلقة بمقترح إثيوبية بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول حمدوك أكد أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جواني فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق من جانبه أوضح الدكتور صالح حمد كبير مفاوض السودان أن معظم القضايا التي يتم التفاوض عليها وأهمها آلية التنصيق وتبادل البيانات وسلامة السد والأثار البيئية والاجتماعية مرتبط ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء وتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها كانت إثيوبية قد بدأت في بناء سد النهضة في 2011 بتكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق الفرع الرئيسي لنهر النيلة ويثير السد مخوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيلة ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على حصص السودان ومصر وفي فبراير الماضي رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث لتظل الأزمة مستمرة اشتركوا في القناة